انابيب التنقيت هي اللي بتنشن المية على مكان الجزور من غير ما تعدي على اوراء النبات وتعرضها للاصابة بالحشرات بنسبة اكبر عندي الخراطيم المثقوبة او اللي فيها اماكن للثقوب تمام دي اسمها جي ار يعني جريد اختصار جريد تمام كل 30 سنطي غالبا في اماكن للثقوب وفي انابيب عادية او خراطيم سادة زي ديت ما فيهاش اي نوع من الثقوب تمام مقاس الخراطيم دي كام 16 ملي غالبا في الزراعات المنزلية والخضرية والحقول بنبدأ ب16 ملي الجي ار بتتحمل 3.5 بار وهنا بتتحمل 6 بار اللي هي الخراطيم السادة بتتحمل 6 بار يعني 6 ضغط جوي وكل ما كانت مساحة الارض كبيرة ممكن تحتاج مصورة راية عمومية اكبر حوالي 32 ملي متر او حتى اكبر سعر الشبكة الشبكة في المتر المرحل للفدان اللي انا بتكلم فيه اسعار الخراطيم بس تمديد الخراطيم التنقيط او تمديد انابيب التنقيط او تيوبات التنقيط فقط السؤال ده طبعا سؤال واسع جدا يعني احتاج كام في الفدان تمام طيب او هل هو خضار ولا فاكهة تفرق لان الخضار هستخدم له تمام فاكهة ممكن استخدم ده اقل شواف السعر ويوفر لي او عشان ما يهدرش مياه كتير وما يهدرش ضغط كتير بثقب في اماكن معينة تمام بمزاجي وبجيب اي نوع من التخريم او اداية للتخريم وبثقب عند مكان الشجرة بس انما ده بينقض في كل كل تلاتين سنتي بنقض فيناسب زراعات الخضرة والزراعات الخطية تمام انما ده الزراعات الايه الشجرية زي اشجار الفاكهة تمام وده ممكن الاتنين برضو يعني ممكن ايه الاتنين بس بيسبب لي اهدار مياه شوية زيادة اا ممكن تسبب يعني ايه يعني نموات غير مطلوبة في النص تمام اه بالنسبة بقى الاكسسورات البسيطة بقى اه اللي الناس برضو بتسألها جتلي عليها اسئلة كتير النقاط تمام تلاتين واحدة واحدة نقاط بخمستاشر جنيه يعني دولار ده انا باشتريها كده يعني تمام فيعني مش هي دي اللي هتفرق معاك يعني الخمستاشر واحدة من دي بدولار اهي سواء دي او دي تمام الخمستاشر واحدة بدولار ده اللي بيسأل عن الاسعار تمام اللفة ميت متر جي ار سعرها مية وخمسة وسبعين جنيه يعني حوالي اتناشر دولار تمام يعني سعر المتر هنا واحد خمسة وسبعين واللفة اه ميت متر السادة اه سعرها مية وخمسين جنيه يعني حوالي عشرة دولار يبقى المتر بجنيه ونص تمام نفرض مثلا هستخدم خراطيم هي سادة تمام يعني زراعات شجرية ده معهم المسافة ايه معنى ده بيختلف حسب المسافة بين المساطب يعني المسافة هل المتر انا باخد مسافة نص متر بين المصطبة والمصطبة نص متر ولا متر تمام طيب يبقى على حسب برضو انا بزرع ايه لو بزرع اشجار هتبقى المسافة المسافة بين الخطين بعيدة انما لو بزرع زراعات خطية اه احتاج اطوال اكبر يعني ممكن مترين طولي في المتر المربع يبقى لو بزرع مثلا اشجار خطية هستخدم جي ار وكل نص متر مثلا يبقى المتر يبقى فيه اتنين خطين مثلا بس كده التكلفة هتبع عالية جدا للفدان او المساحات الكبيرة يعني ممكن تعدي عشر تلاف جنيه للفدان فممكن اخلي المسافة واحد متر بين المساطب او خطوط الزراعة للزراعات الخطية عشان اعرف اتحرك بينها بطريقة اسهل يبقى هنا هحتاج خرطوم واحد جي ار في المتر يبقى واحد خمسة وسبعين جنيه في المتر المربع يبقى انت هتضرب السعر المكتوب دوت في مساحة الارض عندك بالمتر المربع مش مهم الطول كام والعرض كام طيب الفدان اربعة تلاف ومتين متر مربع اضرب اربعة تلاف ومتين في واحد خمسة وسبعين هتطلع سبع تلاف تلتمية وخمسين جنيه خرطيم جي ار للفدان لو لو هستخدم مثلا في الفدان خرطيم سادة يبقى المتر بجنيه ونص تمام طيب لو المتر المربع فيه خط واحد يعني انا بزرع كل متر خط واحد يبقى انا هحتاج جنيه ونص في المتر المربع تمام لكن اذا حد عنده مزرعة فكهة مثلا زي المنجا او التفاح وبيستخدم خرطيم سادة فلازم يزود المسافة بين خطوط الاشجار يعني ممكن توصل لتلاتة متر او اربعة متر ففي الحالة دي بقسم مساحة الارض على اربعة او بقسم سعر متر الخرطيم على اربعة وبعدين اضربهم في بعض احسابها كده برضو وتأكد برضو ان كده هتبقى التكلفة هتبقى الربعة يعني هاسم اربعة تلاف ومتين على اربعة هيطلع اه الف وخمسين متر اه طولي خرطيم سادة اه اضربهم في واحد ونص جنيه هيطلع الف وخمسمية خمسة وسبعين جنيه خرطيم سادة للفدان شفت الفرق فشفت بقى التكلفة هتبقى ليلة ازاي فانت لازم تحدد انت محتاج المسافة بين المصطبة والتانية قد ايه وطبعا السعر دوت سعر الخرطيم بس انا ما بتكلمش فيه اسعار الطلمباط الفلاتر اذا كان فيه غرف التحكم في الاراضي الكبيرة الورقة اللي ملزوقة هاي على لفة الخرطيم طول اللفة فيه 100 متر 200 متر 400 متر تمام ده مصنع الشامي مصنع مشهور جدا لخرطيم الراي طبعا دي مش دعاية تمام لان دي بس اجابة على اسئلة كتير وصلتني في الفيديو السابق تمام فانا بقولك ايه انا بشتريها من ايه في مدينة 6 اكتوبر في محل يعني في ميدان ليلة القدر وفي موزعين بيبيعوا مستلزمات الرية والزراعة في وسط البلد وممكن تلاقيها ارخص من كده ده المصنع بتاعها في مدينة السادات بجمهورية مصر العربية تمام ممكن هتلاقيها متوفرة في بلاد تانية بس انا مش عارف يعني انا اللي بقولك اللي ايه اللي انا عرفه تمام وعشان برضو الموضوع مش دعاية ممكن تجيبها من عن طريق الانترنت تمام كل الاكسسورات دي بتتباع على الانترنت في مواقع زي علي بابا وامازون واي باي لو دخلت موقع علي بابا او امازون تمام او اي باي ودي كتنلزة بسيطة عن الخراطيم وارجو يكون الفيديو مفيد لكم والى اللقاء